أعلنت الحكومة اليابانية أن نصف سكانها تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات فيروس كورونا معتبرة ذلك بمثابة علامة فارقة في وقت تكافح فيه أشرس موجة من الإصابات بكورونا وكشفت بيانات صدرت عن مكتب رئيسي وزراء اليابان أنه تم تطعيم جزئيا أو كليا لنحو 64 مليون من سكان البلاد البالغ عددهم 125 مليون وذلك منذ انتلاقي برامج التطعيم الوطنية في فبراير الماضي وضفت البيانات أن ما يقرب من 49 مليون شخص أو ما يمثل 40% من تعداد سكان تلقوا الجرعتين معا